بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين تلامذتنا وفلذات أكبادنا على عتبة اجتياز امتحانات في مختلف المستويات ونجاح أبنائنا في تحصيل العلم هو نجاح لنا وهو بقاء لأثرنا بعد موتنا فما نحل مسلم ابنه نحلة كتربية يغرسها استقامة في سلوك أبنائه وعلم يملأ به صدر أبنائه فإذا مات خلف من بعده عالما مؤمنا مستقيما فليس هناك استثمار مربح لا يتنقطع فوائده وثماره وعطاياه كولد صالح تتركه من بعدك يرث عنك الإيمان والدين والعلم فيكون مؤمنا عابدا لله ونافعا لخلق الله فتنتفع مرتين بصلاحه وبإصلاحه لغيره فنحن نرى في فلذات أكبادنا استمرار لنا استمرار لأفكارنا وعقائدنا استمرار لهذا الدين الذي نحمله ونشرف بحمله لذلك فنحن نقضي الأيام والشهور والأعوام صابرين مصابرين مرابطين من أجل تربية أبنائنا على الخير من أجل التحصيل العلمي حتى يسود أبناؤنا حتى يكون خير خلف لخير سلف يضمنون بإذن الله نهضة هذا البلد ورفعة هذا البلد بين الأمم فلا مكان تحت الشمس أبدا لجيل من الأجيال انقطعت صلته بالعلم وأصابته سكرة الجهل أو أصابه عياذا بالله مع العلم حراف فإن العلم لا ينفع إلا إذا أثمر استقامة وعملا ونفعا للآخرين أبناء التلاميذ يسألوني أن أدعو لهم بالنجاح وما أسهل أن نرفع أيدينا فندعو لهم بالنجاح فنحن نسأل الله لأبناء المسلمين جميعا أن نجع لا إله إلا الله محمد الله صلى الله عليه وسلم لكن يلتمسون منا أن نعطيهم بعض التوجيهات وهم على عتبة الامتحانات كيف يمكن أن يتعاملوا مع هذه الأيام المتبقية ومع الامتحانات حتى لا يفاجأوا بنتائج عكسية فكم من تلميذ مسكين لا يعرف قدر الامتحان ولم يقدروا حق قدره فيفاجأوا في الامتحان بما لم يكن قد عد نفسه لمواجهته فيصابوا بإغماء يصابوا بسبحان الهيار وبذلك يخسروا في الدقيقة الأخيرة عندما يأتي الحصاب يأتي جني الثمر وهذا من الخذلان نسأل الله العفو والعافية التوجيهات هي كالآتي أولا إن أبناءنا المقبلون على اجتياز امتحانات سواء امتحانات متعال ثانوي أو الإعداد أو في الجامعة تقريبا شهر يونيو وشهر يوليوز شهران متتابعان تمتلئ الأيام بإجراء مباريات على كل المستويات أولا على هؤلاء المقبلين على اجتياز الامتحانات أن يعرفوا أن هذا امتحان في الدنيا بسيط جدا نتيجته تكون بالنجاح أو الرصوب في ذلك المستوى الدراسي ليس إلا والراصب في أحلك الحالات يمكن بإذن الله تعالى أن يجدد العزم وأن يتخذ من هذا السقوط وسيلة لتجديد العزم أن يتخذ هذا السقوط وسيلة لكي يتدرك نقطة الضعف التي اعتردته في الموسم الماضي فينطلق بقوة فيستفيد منها لأنه ليس العبرة بالسقوط ولكن كما يقول العلماء والعارفون إن السقطة التي لم تأتي على تكسير قدمي تزيدني قوة هذه تجربة جديدة هذه تجربة في الحياة والمؤمن هو الذي يحول الهزيمة إلى نصر كما حولها المسلمون مع النبي في أحد وقد انهزموا إلى انتصار في حمراء الأسد قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوجه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هكذا يحول المسلم نقطة الضعف إلى نقطة قوة فلقطة الضعف التي لا تكسرك تزيدك قوة وتزيدك علماً وتزيدك تجربة عليك أن تتذكر امتحاناً حقيقياً هو الامتحان بين يدي ربك في يوم الدين فيعرض عليك عملك في كتاب يقال لك اقرأ كتابك فإنك إن تعلقت بهذا الامتحان وملأ عليق قلبك استصغرت كل امتحان فامتحان يوم القيامة إما أن تفوز الفوز العظيم وإما أن تخسر الخسران المبين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ألا ذلك هو الخسران المبين خسران البين العظيم هو هذا حينما يتحول الإنسان لحط بجهنم فتذكر معي هذا الامتحان يوم القيامة وهذا الاختبار حين ينادى عليك باسمك وتروح لكي تأخذ كتابك في أي يد سيسقط الكتاب فإذا امتلأ قلبك بهذا اليوم صغرت عليك أيام الدنيا كلها بكل امتحاناتها فلن تفاجأ أبداً ولن تصدم في اجتياز امتحان بسيط لمستوى من المستويات بل كل امتحانات الدنيا أن تصاب في مالك في أولادي في جسدك إذا ذكرت امتحانك يوم القيامة هان عليك كل امتحان يا الله وأنا أعيب على أبنائي وعلى المنهاج التربوي وعلى رجال التربية أنهم لا يربطون التلاميذ بيوم القيامة ولا يربطون التعليم الذي يدرسونه إياهم بالآخرة إذا فصل التعليم عن الآخرة وفصلت الدنيا عن الدين فأعلم أنه ستعظم الدنيا في قلوبهم وتأخذ أكثر من حجمها وتصير هي الغاية فإذا صارت في الغاية سيصدم الإنسان إذا لم يحصل عليها وهي عند الله لا تساوي جناح بعوضا ولو كانت كذلك ما سق الله منها الكافر شربة باء فعلى الإنسان إذن أن يربطوا خاصة الآباء أبنائهم بهذه الحقيقة فما رصخت هذه الحقيقة في القلوب إلا كانت عونا لهم على اجتياز كل امتحان بكل أريحية بكل سهولة كنا نجتاز الامتحانات ونحن في كامل الراحة في الجامعات في كل مكان لم نكن نصب كما يصاب الآخر لأن الله تعالى ينزل سكينته على من أوصل قلبه به وعلم أن هذا أمرا بسيطا يا الله هذه المسألة لأولاد وهذه المسألة من إيماني يوم مهمة ومنطلق من المنطلقات أما المسألة الثانية لوليدتي وهي أن تهيئة الامتحانات لا ينبغي أن يكون في الأيام الأخيرة فمن ترك عمل اليوم إلى الغد ستتراكم الأعمال وإذا تراكمت الأعمال سيصعب على الإنسان إنجازها في وقت واحد فلكل وقت عمله فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد كنا نقرأه في الابتداء وكتبنا واحد الحكمة كبيرة ديرنا على الحيط لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد فإن لكل يوم عمله هذه حكمة هذا الإنسان الذي يعتبر أن اليوم الأول في الفصل بل حتى استغل بل حتى هذه الليك تسمى عطلة يستغلها الناس في التهيئ للسنة القادمة يمكن أن يطلع على برنامج السنة القادمة في العطلة فالأي يوم الأول من الدراسة يوم له واجبات فعليك أن لا تفوتك واجبات يومك الأول كما لا يفوتك واجب اليوم الأخير فلكل يوم واجب ينبغي أن تكون كما نقوله أجور أجور تكون دائما نعمس يدي لأن لفتك واحدة الدرس وما فهمتوش الدرس اللي مرامة ليش تفهمه علاش لأن الفهمتا عن ذلك الدرس مرتبط بفهمك للدرس السابق وأنت قد أضعت فهم الدرس السابق فكل ما سيأتي من دروس لا يمكن أن تستدركها أبدا لأن حل المشكلة كلها إنما يرتبطوا بتلك الحصة التي ضيعتها إذن كنقلكم ما شي حتى اليوم عادوا تجيو تديرو من الله لك غلط منهر اللي أوليك ستهيئة آه هالليامات هاش يخسك تدير إلا كنت مهي يوم بقلك عشرين يوم فعليك بإذن الله تبارك الدرس عنده معامل بتاع التربية وتاع النفس أحسن وقت تهيئة هو بعد صلاة الصباح حيث تكون بإذن الله تعالى العقل دي الإنسان قد أخذ قسطا من الراحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها فقد دعا رسول الله للأمة بالبركة في ذلك الوقت فعليك أن تشهد الصلوات الخمس وأن تبدأ إن شاء الله تعالى مباشرة بعد صلاة الصبح وتنظم أمور العشاء مباشرة عليك أن تنام عليك أن تنام فلا بأس أن تستعين على مسألتي التهيئ بمجموعة ممن يعينك زوش لا فالليامات تعاون على ذاك شيء مزيان ويمكن لكم تبدلوا المكان يمكن يدر مع مدرككم تبدلوا المكان يمكن تخرجوا برا يمكن إلى كل عقلك فإن من الطرق التي يقترحها علماء النفس حتى تجدد النشاط هو تبدل الوضعية ديالك إلا ما تقدرش تركز أنت قلس أوقف ما تقدرش تركز أنت وأوقف تمشى تمشى ثم عليك أن تأخذ قصة من الراحة في كل وقت لأن العقول قد تكل وتمل فإذا وجدت نفسك لا تركز فلا تحاول أن تضغط على نفسك فإنك لن تحقق شيء بل ستضيع كل ما أخذته فخذ راحتك قل قصة من الراحة حتى يرتاح هذا العقل ويستعد ويأخذ نشاطه من جديد إذن الوقت يعني المادة على حسب الأهمية تبدل إن شاء الله تبارك وتعالى موصلة الصبح تستعين إن شاء الله تعالى بمجموعة من الرفقاء ويكونوا قلال زوج من الله أنت ثلاثة ما يكونوش قل من ثلاثة وما يكونوش كثر من خمسة رابعا يمكنك أن تغير الوضعيات في الأماكن خامسا يمكنك بإذن الله تبارك وتعالى أيضا أن تسجل خاصة المواد التي ينبغي أن تحفظها أن تسجل يعني تبقى تحاول ما أمكن كيفاش نقوله يعني تلخص تلك الأفكار وتكتبها بإذن الله لأنك كلما كتبت الفكرة في الورقة كلما رسخت في عقلك أكثر فأكثر هذه مجموعة من هذه النصائح البسيطة رابعا عليك إن شاء الله تعالى أن تتفائل أن لا تيأس أن تتفائل ما تبقى تقول يا الله يجزك بخير أنا واش غد يقعد وفين غد ينصي ها هو أخو يدل يجزه ومره بره وكذا عليك أن تتفائل طلوب العلم لأن العلم مطلوب لذاته لا تطلوب العلم وتجعله وسيلة للارتزاق في الدنيا العلم مطلوب لأن العلم طلب العلم فريضة فلا تربط العلم بالرزق فالرزق في السماء لا يقدمه علم ولا يؤخره جهل وكذا كالعكس فاطلوب العلم لأن العلم عبادة طلبه عبادة ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الأخيرة تبقى لك يومين ولا يومين ولا يومين ولا يومين ولا يومين ولا يومين لا تكثر على رأسك ذلك اللي بقيته خذ الراحة استريح استريح مع رأسك خاصتنا هذا كل نهار التالي لأنه لا في ذلك النهار التالي بقيته تجيب أن تفاطره وتولي تشوف أتبع تطرق كل شيء ثم في يوم الامتحان اسأل الله سبحانه عز وجل أن يثبتك ثم ذهب مطمئنا ثم اجتنب من البداية نية الغش فلا ينبغي أن تغش أبدا الإنسان اللي هو الآن من الآن محمد على الغش اقرأ ولا ما اقرأش آش من فائدة شهادة دياب الغش وآش من إضافة نوعية تنظاف للأمة إذا كان كل الخريجين أو أغلبهم إنما أخذوا هذه الشواهد بالغش الرسول سيقول من غش فليس منه هو ليس من هذه الأمة لأن الذي يغش أخذ ما ليس بحقه يأخذ حقوق الآخرين ثم يضرب المنظومة الطبوية كلها لأن الذين يجتهدون ربما يفشلون لأنهم اعتمدوا على الله ثم على اجتهادهم والذين نجحوا هم الغشاشون فكيف ستكون الحالة النفسية للمجتهدين ستكون مكسورة ستضرب النظام طربوي بأكمله فنسأل الله تعالى لأبنائنا جميعا أن يوفقوا وأن يكونوا بإذن الله عند حسن ظن الآباء وعند حسن ظن هذه البلاد اللهم وفقهم ويسر أمورهم الله ينجحهم إن شاء الله الله يسر أمورهم الله يشرح صدورهم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد